بسم الله الرحمن الرحيم سبق أن تحدثنا عن الجانب الأول في هذه المادة وهو الجانب السياسي وانتهينا منه الجانب الاقتصادي نتحدث عنه في هذا اللقاء نتحدث عن مفهوم الاقتصاد الإسلامي ونتحدث عن خصائصه وعن أهدافه وذلك في النقاط التالية النقطة الأولى مفهوم الاقتصاد الإسلامي والنقطة الثانية خصائص النظام الاقتصادي الإسلامي والنقطة الثالثة أهداف النظام الاقتصادي الإسلامي نبدأ بمفهوم النظام الاقتصادي الإسلامي وهنا نعرف معنى النظام ونعرف معنى الاقتصادي ثم نعرف مفهوم النظام الاقتصادي الإسلامي استلاحا فإذا ذكرنا أو إذا تطرقنا لمعنى النظام كمفردة فإن نجد أن النظام معناه مجموعة القواعد والأحكام التي تنظم جانبا معينا من جوانب الحياة الإنسانية ويصطلح المجتمع على وجوب احترام هذا النظام وتنفيذ هذا النظام نظام المرور، نظام السير القضاء في المحاكن، نظام الشرطة أي نوع من أنواع الأنظمة يحقق للمجتمع التنظيم السليم ويسهل عليه عملية الحصول على الخدمات والحصول على ما يطلبه هذا المجتمع فهذا النظام يجب أن ينفذ ويجب أن يحترم ويصطلح المجتمع على هذا الاحترام وهذا التنفيذ إذا نظرنا إلى الاقتصاد باعتبار مفردة فالاقتصاد في اللغة يأتي بمعنى العدل في مجال الحكم منهم أمة مقتصدة ويأتي بمعنى الاستقامة في السير واقصد في مشك يعني استقم في مشك ويأتي بمعنى التوسط والاعتدال في الإنفاق في مجال الاقتصاد قال عز وجل والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما أما إذا أردنا أن نعرف النظام الاقتصاد الإسلامي استلاحا فإنه يعرف بعدة تعريفات من هذه التعريفات ما عرفه بعضهم بقوله هو مجموعة الأحكام والسياسات الشرعية التي يقوم عليها المال وتصرف الإنسان فيه ويمكن شرح هذا التعريف بما يلي أولا مجموعة الأحكام المراد بالحكم هنا هو الحكم الشرعي وهو منص عليه الشارع مما يتعلق بأحكام المكلفين على وجه الطلب والتخير وهذا هو تعريف الحكم الشرعي عند أهل الأصول والمراد بأحكام المكلفين هنا المراد بها الواجب والمستحب والمباح والمحرم والمكروه أما قوله في التعريف السياسات الشرعية فالمراد ما يفعله ولي الأمر من سن أنظمة يقصد بهذه الأنظمة تنظيم أحوال المجتمع وكيف يتعاملون فيما بينهم على ألا تعارض هذه الأنظمة التي تسنوا ألا تعارض النصوص الشرعية ولا القواعد العامة ولا المصالح وإنما تحقق هذه السياسات وهذه التنظيمات تحقق تنظيم المجتمع وتحقق المصالح وتدرى المفاسد ولا تتعارض مع الشرع وكذلك قوله في التعريف الذي يقوم عليه المال المراد بالمال ما له منفعة مباحة وله قيمة معتبرة شرعا فما له منفعة مباحة قد يكون هناك ما له منفعة لكن هذه المنفعة غير مباحة كمنفعة مثلا الحصول على المال من المخدرات أو من المسكرات أو نحو ذلك أو من أدوات اللهو وقوله له قيمة معتبرة شرعا لأنه قد يكون هناك شيء له قيمة لكن هذه القيمة قليلة لا تعتبر شرعا والمال من وجهة الشرع ينقسم إلى مال نقدي اللي هو السيولة ومال عيني كالعقارات المنقولة أو مال عيني مما لا يمكن نقله أيضا كالأرض والبناء ونحو ذلك وما يمكن نقله كالسيارات والسلع وغير ذلك بعض الشروحات هذه النقاط نأتي إلى قوله في التعريف تصرف الإنسان فيه بالإنفاق والتنمية المراد تصرف الإنسان فيه بالإنفاق والتنمية والمراد هنا بالإنفاق أنه إذا أنفق لا يسرف ولا يقتل يبخل وأيضا في تنمية المال أن ينميه بطرق الشرعية وأن لا يشغله هذه التنمية للمال عن الحقوق الواجبة عليه لله عز وجل وللخلق أيضا من التعريفات العلم بالإحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية فيما ينظم كسب المال وإنفاقه وأوجه تنميته فقولهم العلم بالإحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية هذا تعريف الفقه وشامل لأحكام الفقه من بداية الطهارة إلى آخر كتاب القضاء لكن لما قال فيما ينظم كسب المال وإنفاقه وأوجه تنميته حصر العلم بالإحكام الشرعية في الجانب الاقتصادي ومن هنا قالوا تعريف الاقتصاد المراد به العلم بالإحكام الشرعية العملية عن أدلتها التفصيلية فيما ينظم كسب المال وإنفاقه وأوجه تنميته ويمكن شرح هذا التعريف في الآتي قوله في تعريف العلم بالإحكام يخرج بهذا القيد أو يخرج بهذا القيد العلم بالذوات كزيد والعلم بالصفات كالسواد والبياض وقول الإحكام المراد بها الإحكام التكريفية الواجب والمستحب والمباح والمحرم والمكروه والعلم بهذه الأحكام لا يكون على وجه اليقين وإنما على غالب الظن لأن أغلب الأحكام سواء في الاقتصاد أو في غيره من أحكام الفقه هي مبنية على غلبة الظن ويجب العمل بغلبة الظن ويجوز تسمية علما تجوزا ثانيا خصائص النظام الاقتصادي الإسلامي وهذا ما سنتحدث عنه في اللقاء القادم بإذن الله عز وجل ترجمة نانسي قنقر